أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على تهران وقال المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاري يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة وأعلن بايدن أن قوات الأمريكية ساعدت في إسقاط كل المسايرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي اتصالات بقادة مجموعة السابعة لتنسيق رد ديبلوماسي موحد على الهجوم الإيرانية فضلا عن التواصل مع قادة المنطقة لتنسيق الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات